قرية وضاخ الأثرية تقع شمال محافظة الدوادمي وتعاقب عليها أكثر من قبيلة عريقة على مر العصور لتكون موقعا لبعض من أبرز المعارك التاريخية وضاخ بلدة يعود تاريخها إلى زمن الجاهلية سكنها بنو نمير واشتهرت بمصانع البرم لصناعة الأواني بحسب ما ذكره أحد سكانها وتقع وضاخ شمال الدوادمي وتبعد عنها حوالي مئة كيلو متر الضاخ القديمة قرية أثرية يعود تاريخها قبل الميلاد وتعاقبت عليها عدة قبائل وكيس وتميم وبن النمير ومشهورة بمصانع البرم وفيه أثار وبجوارها واردات حصلت فيها حرب البسوس وقال فيها شائر عباسي هل أضاخن كما عهدت أضاخن حب ذلك المناخة مناخة في عام 1348 للهجرة أمر الملك عبد العزيز رحمه الله غازي البراق بالذهاب هناك وإنشاء مركز وضاخ لقبيلته فيها وضاخ الحديثة من أواعي للهجر في عهد الملك عبد العزيز وذكلف الملك المؤسس الشيخ غازي البراق أمير الدهنة بالرحيل للوضاخ والسكن فيها وذلك أولاها أمرتها ذلك عام 1348 وتعاقب عليها ثلاثة أمره قرية وضاخ يبلغ عدد سكانها حالياً قرابة ألفين سمة ويتوافر بها عدد محدود من الخدمات على أمل أن يستمر تطويرها قرية أضاخ وأضاخ تاريخ يمتد من قبل الإسلام في زمن الجاهلية حتى عصرنا الحالي تعاقبت عليها أكثر من قبيلة عربية ترجمة نانسي قنقر